هذه الخطوة كما تفضلت هي قديمة منذ نهاية 2018 اليوم هناك حديث أنها بدأت وبدأت فعليا لماذا بدأت بعد عام تقريبا على هذه الاتفاقية؟ طبعا لأنه في الأوان الأخيرة حسب ما تم التصريح به أنه التحالف العربي كان متواجد في هذه المفاوضات وأيضا من ضمن الصفقة بأن هناك أسرى من السودان وأيضا من المملكة العربية السعودية ولذلك الحركة الحوثية لأنها تريد أن إطلاق بعض أسراء الحرب من المملكة العربية السعودية وبالتالي هي تستخدم هذه الورقة للضغط السياسي على المملكة العربية السعودية وأيضا حتى على الحكومة الشرعية وبالتالي الحركة الحوثية متى ما رأت الفرصة المناسبة هي تقتنم الفرص لذلك رأينا هذه المسودة حسب المسودة بأنه سيتم إطلاق ألف واربعمائة أسيرا ولذلك نتيجة المبعوث الدولي نفسه لأنه فشل المبعوث الدولي السابق في أن يحرص تقدما في هذا الملف والمبعوث الدولي الحالي هو فشل في تنفيذ التفاقية ستوكولم فشل في تنفيذ عملية وقفة إطلاق النار في الحديدة الفشل يلاحقه منذ بداية تولي هذا المنصب اليوم يحاول أن يقدم شيء للمجتمع الدولي